جو الإبادة الجماعية أغنية جديدة أصدرها الرابر والناشط الداعم للقضية الفلسطينية لوكي بالتعاون مع المغنية مي خليل ولاقت إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية التي تبدأ بظهور رجل يشبه جو بايدن جالساً أمام لوكي وثقت مشاهد وقصصاً من الإبادة الجماعية في غزة منها على سبيل المثال قصة استشهاد الطفلة هند رجب لوكي رابر بريطاني من أصل عراقي يتمتع بشهرة واسعة في بريطانيا والعالم وقد سبق أن طالبت جماعات مؤيدة لإسرائيل بحذف أغنياته وتعتبر هذه الأغنية ليست الوحيدة التي أصدرها للتنديد بالإبادة وما حدث في غزة والضفة بل أصدر من قبل الأغنية لن تموت فلسطين أبداً ونحن نشاهد جزءاً من هذه الأغنية بين 1776 and 2019 the US carried out over 392 military interventions worldwide killing millions in the process and condemning many millions more to a life of agony and despair a new world is struggling to be born a phoenix will rise from the embers of empire in Gaza una sigilo cينيسي جو cينيسي جو you terrorize sol when your eyes close that night how do you sleep at night how do you genocide you better lie low we're getting quite close at night we feel you breathe at night we feel you breathe ترجمة نانسي قنقر